موسيقى مساء الخير وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من العراقية رياضية وفيها لهذا المساء أنضية الدورية الممتاز تعلن رفضها لمسودة النظام الداخلي الجوية يتعقد مع حرص البحر صيف كريم والزورة يمدد عقد لعبه مهدي كامل عبدالله مجيد يعلن عدم ترشحه لانتخابات أربيل المقبلة موسيقى أعلنت الأندية المشاركة في الدوري الكروي الممتاز عن رفضها لمسودة النظام الداخلي المقدم من اللجنة التطبيعية جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته الأندية العشرون لمناقشة المسودة حيث أكدت الأندية على أن المسودة الحالية تؤسس إلى إقصاء النجوم وتهميش الأندية كما واتفقت على أن اعتماد الروابط ونظامها الداخلي من صلاحية الاتحاد العراقي المقبل حسرا منح الاتحاد الأسيوي لكرة القدم إدارة الشرطة مبلغا ماليا قبل استئناف مباريات دوري أبطال أسيا وقال مراسل العراقي الرياضية أن الاتحاد الأسيوي منح الشرطة مئة ألف دولار لتغطية نفقات مشاركاته في الجوالات المقبلة من بطولات دوري أبطال أسيا ضمن منافسات الدور الأول بمنطقة الغرب والتي ستجرى بنظام التجمع في الدوحة خلال الفترة من الرابع عشر ولغاية الرابع والعشرين من شهر أيلول المقبل كشف نادي القوة الجوية عن حل الهيئة الإدارية وتشكيل الهيئة مؤقتة لقيادة النادي لحين إجراء انتخابات وضف النادي أن الرئيس السابق أنور عحمة قدم استقالته قبل عدة أيام لفسح المجال لقائد القوة الجوية شهاب جهاد لتولي رئاسة النادي وأوضح أن الإدارة ستنظر في ذلك وفي حال تمت الموافقة عليها فإن الهيئة الإدارية ستحل لعدم اكتمال النصاب القانوني كونها ستتكون من أربعة أعضاء فقط الأمر الذي يحتم ووفقا للقانون بتشكيل هيئة مؤقتة جديدة تتألف من العميد وليد الزايد مع شخصين برتبة ضباط من وزارة الدفاع وموفق الزهيري أمينا للسر ورياض البزاز أمينا ماليا ونبقى مع أخبار القوة الجوية حيث أعلنت إدارة نادي تعاقدها مع حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي البحر السيف كريم لثلاثة مواسم وذكر النادي في بيان مقتضب أن القوة الجوية تعاقد مع حارس المرمى سيف كريم قادمة من نادي البحر لثلاثة مواسم ومن المقرر أن تكون صفقة كريم تعويضا لخروج حارس مرمى الفريق أمجد رحم جددت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء عقد لاعب فريقها بكرة القدم مهدي كامل فيما أعلنت عودة حارسيا السابق على قاطع من صفوف أمانة بغداد وذكر النادي في بيان أن إدارة نادي الزوراء جددت عقد لاعب مهدي كامل لموسم آخر وأضف أن النادي تعاقد مع الحارس على قاطع قادما من صفوف أمانة بغداد لتعزيز صفوف الفريق للموسم المقبل طلق لاعب منتخابنا الوطني والمحترف مع الإسماعيل المصري همام طارق عددا من العروض الاحترافية مع أندية إماراتية وسعودية لللاعب فيها في الموسم المقبل بينما تسعى إدارة الإسماعيل لإقناع همام بالبقاء مع الفريق لا سيما وأن لديه استحقاق مهم مع النادي في نصف نهائي البطولة العربية أكد الدكتور عبدالله مجيد رئيس نادي أربيل في تصريح خصبه العراقية الرياضية أن هذه آخر دورة انتخابية مع النادي ولن يترشح في الانتخابات المقبلة كما أعلن مجيد ترشحه للانتخابات المقبلة لاتحاد كرة القدم أنا إذا أرشح للاتحاد أستقيل من النادي أستقيل من النادي لأنه خدمت نادي خلاص بعد خلي واحد يجي مكاني يمكن عنده يعني شيء أفضل من عندي يمكن يقدم أفضل لأنه أنا تقريبا 14 سنة خدمت نادي أربيل 14 سنة مو قليلة حصرت على إنجاز حصلت هاي فإيجا فترة مثلا نادي أربيل مثلا إمكانية مستوى صارت المشاكل وهي مشاكل بالأقلية مشاكل مادية وهي بس يمكن يجي واحد مكاني يمكن عنده يعني طموع أكثر يعني عادي كل شيء طبيعي يعني هذا كرسي ما يبقى إليك طول العمر لازم تخليه فهذا واحد يجي مكاني يقول نفس الشيء اللي قبلنا كان نفس الشيء إذا مثلا ما نجحت بالانتخابات رح تخسر دارة النادي ورح تخسر الانتخابات أنا في كل أحوال يعني حتى إذا ما رحت الانتخابات آخر موسم إلي بالنادي أربيل يعني حتى تصريحة آخر موسم إليك في نادي أربيل حاليا يعني من انتهي فترة الشي اسمي الأربع السنوات خلاص يعني بعد كافي كافي رحضا خلي نرجع لحياتنا اعتيادية جددت إدارة نادي أربيل عقدة اثنين من حراسي مربع فريقها بكرة القدم حيث أعلنت إدارة نادي رسميا عند جديد عقد كل من أحمد ريبوار وراباز عبدالله حراس عارين فريقها الكروي يذكر أن النادي أجرى عددا من العقود في الفترة الماضية لتدعم صفوف الفريق تحضيرا للموسمات الجديدة يعد اللاعب علي طالب من اللاعبين الذين قدموا مستويات متميزة خلال رحلته الكروية وليحقق حلمه في التواجد على أرض المستطيل الأخضر وليكون من ضمن أندية الدوري الممتاز مع فريق أمانة بغداد لنتابع علي طالب لاعب يمتلك موهبة كروية لم يوقفها يوما إذ بات مستمرا بحلمه لتحقيق طموحاته داخل المستطيل الأخضر وفعلا تحقق ذلك بفضل مثابرته واجتهاده رغم معاناه من مصاعب صادفته خلال مشواره ليراوغها بمهاراته العالية ويجعلها خلف ظهره علي طالب في جامعة بغداد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بدأ المشوار مع منتخب تربية الكرخ الثالثة لينتقل بعدها إلى منتخب ناشئي الزورة ومن ثم انتقل إلى شباب نادي الشعلة والتي ترك فيها أثرا إيجابيا ليتواجد مع شباب أمانة بغداد ورديفها لتتجه إليه أنظار المدربين بعد المستويات الجيدة التي قدمها ويكون من ضمن الخط الأول لإسود العاصمة فرغم إلغاء الدور بسبب وباء كرونة إلا أنه لم يقف مكتوف الأيدي بل استمر بميرانه المنتظم في منزله للاستفاد منه في تطوير نفسه أكثر فأكثر ولتكملة الحلم في تمثيل أحد الأندية الجماهيرية وأن يتواجد في سلك منتخباتنا الوطنية مستقبلا طالب حميد من وليد 1999 طالب كلية التربية البدنية وعلومة الرياضة لاعب نادي أمانة بغداد الخط الأول مثلت العديد من الأندية أكاديمية السلام هيئة التطوير ومن ثم ناشئين نادي الزورة ومن ثم شباب نادي أشعلة انتقلت إلى شباب نادي أمانة بغداد ومن ثم ترحيلت إلى خط الأول لابدوا إمكانيات هائلة قدم العديد من المستوى في الدور العراقي وأتمنى من المداربي لدي التفاة إلى هذه المواهب وعدم الترفيط بها وأسأل الله أن ينالي استحقاقها في الوسطة مواهب عديدة بحاجة إلى أنظار المدربين والمختصين بالشأن الكروي لأن أرض العراق زاخرة بالعديد من الكنوز التي تحتاج إلى من يستخرجها ويظهرها على الساحة الكروية لأنها دائما ما تكون بحاجة إلى تجديدها بمثل هكذا لاعبين كفوئين زيد غالب العراقية الرياضية بغداد زارت كاميرا العراقية الرياضية ملعب الشعل الرياضي التابع لوزارة الشباب والذي توقف العمل به منذ ست سنوات لأسباب مالية لنتابع تحية طيبة متابعي قناة العراقية الرياضية ما زلنا مستمرين بتغطياتنا الخاصة عن منشآت وزارة الشباب والرياضة المتوقفة بالفترة الأخيرة هذه المنشآت الرياضية التي المفروض تكون لخدمة الشباب العراقي في المناطق عامة وخصوصا في محافظة بغداد مثل ما صلتنا الضوء اليوم احنا في منطقة الشعلة في رحمانية الشعلة بالتحديد هناك ساحة كان من المفترض أن تكون في هذا المكان المتواجد فيانا حاليا لكن بسبب ظروف كثيرة تم توقف المشروع الآن معي مهندس المشروع الأستاذ جاسم محمد المهندس للحديث أكثر والتعرف عن أسباب توقف المشروع في هذه الفترة المشروع هنا عبارة عن ساحة مثيلة بالثيل الصناعي خدمة للمنطقة هاي تتكون المشروع من بناية إدارية هي حاليا مرحلة هيكل بس هذا البناية الإدارية؟ نعم هذا البناية الإدارية محمد بناية إدارية تضمن منازع لللاعبين وقاعات تدريب وحمامات وبالإضافة إلى ملعب نعم ساحة مثيلة ملعب مثل ما تشوفون اللي كان المفروض هنا المشروع الشركة هذا الملعب يعني رسمي خلنا نقول له داعش لاعب داعش لاعب ملعب رسمي وبالإضافة إلى ذلك مدرجات ألف مدرج يعني ألف مشجع هذه حاليا هي ساحة ترابية للفرق الشعبية فرق الشعبية يعني كان من المؤمل أيضا تكون للفرق الشعبية بالمنطقة؟ طبعا طبعا هي خدمة للمنطقة هاي المفروض الفرق الشعبية من المنطقة تلعب بيها ساحة مثيلة ثيل صناعي ومدرجات وكذا بس مع الأسف يعني بسبب أحداث الموصل أولا وثانيا بسبب الشركة عدها مشاكل مالية تلكت بالعمل العمل توقف متى انطلق العمل بالبداية يعني في أي وقت في أي سنة؟ العمل انطلق سنة 2013 نعم يعني بالضبط 23-6-2013 العمل بدأ العمل الفعلي لانطلاق الفعلية لحد شهر السادس 2014 بسبب أحداث الموصلة توقفت الشركة كيف كان المبلغ المرسود إليه؟ المبلغ مليارين وخمسمية وخمسة وخمسين مليون استلمت هذا المبلغ الشركة؟ ولا فلس مستلمة طيب شون يعني العطاء والأمور وهذه؟ انحالت على الشركة نعم فالشركة توقيع العقد حسب الاتفاق وبنود العقد حصلت على سلفة تشغيلية نعم سلفة تشغيلية مقدارها 10% من قيمة العقد لكن بعد أن تلكت الشركة وانتهت المدة القانونية للعقد قامت الوزارة بسحب خطاب الضمان واسترجعت كل الأموال المصروفة للشركة فحاليا الوزارة وهذا المشروع مصارفة ولا فلس للشركة يعني حاليا الأموال المفروض أن تكون موجودة في خزينة؟ موجودة بالوزارة وما مصروف منها ولا فلس طيب شون اللي يأخر الموضوع؟ والله الموضوع هو حاليا قانوني يعني الموضوع مو يمنحنا حاليا بين الوزارة وبين الشركة دعاوي قضائية الشركة اللي نفذت هذه البناية الإدارية اللي نفذت هاي البناية بالمناسبة هي نسبة الإنجاز بالمشروع 20% يعني حتى البناية هيكل بعد ما كامله فالشركة هي اللي نفذت لكن قلت لك هي ظهر عدم مشاكل عدم كذا توقفت من 2014 حنها ساعة 2020 يعني حاليا عدم إعادة المشروع هو بسبب أنه أكو دعاوة مع الشركة حاليا أنه أكو دعاوة قضائية بين الوزارة وبين الشركة شهدت مراكز التدريب الخاصة بلعبة بناء الأجسام في السليمانية تطورا كبيرا ما انعاكس بشكل إيجابي على أداء المتدربين في المحافظة نينتعب أيضا بين العضلات المفتولة والجسم المتناسق والسعي خلف الصحة الجيدة يزداد إقبال الشباب على ممارسة لعبة بناء الأجسام في المراكز المتطورة التي باتت تنتشر على مساحات واسعة في جميع المحافظات وتنعاكس بشكل إيجابي على أداء المتدربين إذ لم تعد اللعبة حكرا على الرجال فقط بل أصبحت تستهوي الفتيات السعيات لجمال الجسم الصحي المميز والآن الأجهزة طورت بشكل ملحوظ وأدت إلى أداء التمارين بشكل أفضل من ناحية الزوايا ومن ناحية تكنيك التمارين ونلاحظ كما تلاحظون الآن التمارين ليس منحصرة على فقط الرجال وكما تلاحظون من كل الجسدين نتمرون أيضاً للنساء يتدربون في قاعات من أجل الحصول على الصحة وبناء جسم جيد طبعاً التمارين مهم جداً بالنسبة للصحة والمناعة لتقوية المناعة خصوصاً إحنا عندنا هذا الفيروس الكورونا وحالياً أكثر أكثر لاعبين كلاعبين منتخب ولاعبين نوادي بطولة كمان إرسام مستوهم راجع بسبب هذا الانقطاع اللي صار وإن شاء الله راجعين للتمرين أكثر وما صار أنه فترة من فتحنا فتحنا القاعات وإن شاء الله يوم عن يوم يرجع الوضع مثل قبل تنوعت التمارين في هذه اللعبة بإشراف المدرب المختص ورغم الجهود العالية التي يبذلها اللاعب تكون مفيدة وهي مفتاح المتدرب للدخول لهذا العالم الذي يحتاج طريقه إلى الصبر لتحقيق نتائج مميزة كالتي وصل إليها أبطال العراق من الأجيال السابقة أهمية رياضة كمان إرسام أصبحت لاقي رواج وأهتمام على مستوى العالم من جميع الفيات ليس حصرا على الشباب أيضا العنصر نسائي طبعا للحصول على النتائج المطلوبة الالتزام بالدرجة الأساس العناصر الأساسية التي هي النوم والتغذية والتدريب طبعا وجود المدرب أساسي وداعم لللاعب من خلال وضع النظام التدريبي والغذائي بالتالي أصبحت رياضة كمان إرسام مرتبطة بشكل أساسي بالرياضات الأخرى سواء الفردية أو الجماعية وتدخل ضمن المنهاج التدريبي لللاعب حلم الشهرة والحصول على الصحة والجمال الجسماني المتناسق في هذه الرياضة الجميلة يمر عبر تكملة الجزء الأكبر الذي يقع على عاتق اللاعب إذا ما أراد الوصول لمبتغاه من خلال التقيد واتباع التعليمات المدرب خصوصا وإن العراق بلد النجوم والإنجازات في هذه اللعبة على الصعيد القاري والعالمي من السليمانية مؤيد الهاوي العراقية الرياضية قررت مديرية شباب ورياض الضيقار عودة الأنشطة الرياضية في المحافظة وفتح أبواب ملاعبها وقاعاتها بعد نهاية عيد الأطحى المبارك عودة مشروطة لاستئناف الأنشطة والفعاليات الرياضية هذا ما أعلنته مديرية شباب ورياض الضيقار بعد الاتفاق والتنسيق مع خلية الأزمة في المحافظة وحدد لذلك جملة من الضوابط والتعليمات الصالمة تتلخص بتعفير المنشآت الرياضية قبل وبعد إقامة أي فعالية على أن تفتتح القاعات والملاعب أمام مرتديها من الساعة الرابعة عصرا إلى السابعة مساء بعد التحسن الملحوظ في محافظة الضيقار وحسب لقانة الأخير مع السيد المحافظ إن شاء الله ستعاود العنشطة الرياضية في جميع المنشآت والملاعب إن شاء الله بعد عيد الأفحة المباركة سوف تكون لنا متابعة لتطبيق الشروط والضوابط التي وضعتها المديرية فيما يخص عودة الأنشطة في الملاعب والقاعات الأخوة المدراء الملاعب والمشآت ستكون عليهم هناك مسؤولية في مراقبة كيفية تطبيق هذه الضوابط والشرط كما جاء التأكيد على تكثيف الورش التثقيفية لزيادة الوعي الصحي وشرح وتوضيح الإجراءات الاحترازية وسيسار إلى غلق أي ملعب في حالة ثبوت إصابة بالفيروس في المنطقة القريبة منهم إن شاء الله بعد عيد الأفحة المبارك نشاهد رفع الحضر عن منشآت الرياضية وملعب الرياضية وعودة الحياة إلى القطاع الرياضي بالنفس الوقت نحن متواصلين بالإرشادات الصحية وعلى تواصل مع خلية العزمة مع أصحاب الاختصاص من أجل أن نجنب الإصابات أو نقلل من أدهة ومن خلال طرق الوقاية إذن عودة منتظرة للأنشرة والفعاليات الرياضية مع جملة تعريمات وتوصيات وضعتها مدنية الشباب ورياضة الذقار بالتنسيق مع خلية الأزمة في المحافظة من الناصر يحمد يونس العراقية الرياضية وأدن في نشرتنا لهذا المساء